ترجمة نانسي قنقر أكثر من ثلاثة عقود مرت على العلاقات البحرينية الروسية وجهود قائمة من البلدين الصديقين لتعزيز أفاق التعاون والتنسيق المشترك حيث شهدت العقود الماضية تطورا مشهودا في مسار العلاقات البحرينية الروسية سياسيا واقتصاديا وثقافيا واجتماعيا تأكيد رغبة مملكة البحرين في بناء علاقات قوية واستراتيجية مع روسيا الاتحادية لما فيه صالح الشعبين جاء من خلال زيارة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه الذي قام بعدة زيارات رسمية لروسيا الاتحادية كذلك زار صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيسه مجلس الوزراء روسيا الاتحادية والتي جاءت في هذا الإطار الهادف لتعزيز أفاق التعاون توجد العلاقات البحرينية الروسية بعدد من المنجزات وأوجه التعاون فعلى سبيل المثال للحصر توجد اللجنة البحرينية الروسية للتعاون الاقتصادي والعلمي والتجاري والتكنولوجي والتي عقدت اجتماعات توزعت بين العصمتين البحرينية المنامة والروسية موسكو في أكثر من مناسبة التطور في العلاقات البحرينية الروسية كان من خلال العديد من الجوانب الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية والدهذا التطور إلى تعزيز التعاون الثنائي المشترك في ملفات مختلفة وهو تأكيد إضافي على أن هذه العلاقات قد تأسست على أساس تبادل المصالح المشتركة في مختلف أبعادها بخطة ثابتة وهذه الخطة تتمثل في التنسيق في المواقف تجاه القضايا الحيوية على المستويين الإقليمي والدولي مثل تعزيز السلم والتعاون الدوليين ومواجهة الإرهاب والتأكيد على نشر السلام والتسامح اشتركوا في القناة